يمر اليوم وقد مضى على قتلنا وتشريدنا أكثر من مئة يوم مئة يوم كانت من أيام الله هذه الأيام العظام فيها استشهدوا الألاف وصيب العشرات من الألاف مئة يوم من القنابل والصواريخ التي ألقيت على شعبنا قتلت الأطفال والنساء وكبار السن وشردت مئات الألاف في الخيام ومراكز الإباء مئة يوم على هدم المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الخاصة وحرمت الألاف من الدواء ومن الغذاء ومن العمليات الجراحية مئة يوم وألاف من المصابين ملقون بدون علاج بدون معابر تفتح لهم ولا مساعدات طبية مئة يوم بدون غذاء ولا دواء ولا وقود والحرمان والجوع والفقر والنزوح والتشريد والموت في كل زاوية كل بيت وكل شبر من أرض غذة مئة يوم وقد استهدفني لاحتلال مرات عديدة لمستشفى الشفاء والأندونيسي وكما العدوان ومركز جبالي وأخيرا في بيت أختي الذي رجعت إليه لأستريح فقصفني بصاروخ F-16 بشكل مباشر واستشهدت فلدة كبيدي جنان وزوج أختي وأولاده الثلاثة وأصيب الزوجتي وابنتي ملاك وابنتي ليني كان فراق جنان علي صعب وهي الحافظة لكتاب الله لكنها رخيصة من أجل الله فاللهم خذ من دمائنا وأبنائنا وأشلائنا حتى ترضى هذه غزة برجالها ورجالها ليسوا كالرجال فهم أعظم الرجال فهم بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر بهم إمان أحدهم بأربعين منكم لا يدون على الخير أعوانا يحاطون بالأعداء من كل جانب ونساؤها وما أدراك ما نساؤها ليسوا كالنساء فهن خنسوات العصر أما أطفالها فهم الأمل والمستقبل وجير النصر المنشود بإذن الله